مرحباً يا أحباً، اليوم هو كونيكتف 2 كيف يمكننا كونيكتف 2 أن نستخدم سنرى كيف نستعمل كونيكتف 2 المهمة المهمة لتستعمل كونيكتف 2 هو 振د أحيان 착ان كيف يتعاموني الكمن مع البرونام أحيان سيرتم سيرت سير那個 مثل ما شفنا انه هو هاين تصريفه مع فازونا البرنومن مثل اي فعل تاني بس هو هلفزفير بس اذا بدنا ناخد جملة كمبلتا زادس يعني جملة طويلة او كاملة بس استعملت الوردن الورب اجا بالاخر يعني انا حطيت الورب بالاخر وبحالة الانفينيتيف حطيته بالاخر وبحالة الانفينيتيف طيب انا شو الاشترا يعني شو الحالة اللي بدي اقدر استعمل فيها الورب كونيكتيف 2 يعني اينتا انا لازم استعمل كونيكتيف 2 بس يكون عنا ذنشة ذنشة يعني تمني اذا الواحد عم يتمني شيء بيستعمل فيها الوردن يعني انا اودو بكل سرور معك فيها يعني احتفل معا لهك قالوا او اش ورد جان مت دير فاين دو وردست جان مت دير فاين ننتبه كمان نجا نعيد انو الورب بدي يكون بالانفينيتيف ما بيتغير مثل الموضال verbs الموضال verbs او الموضال verben بالدويتش الورب ما بيتغير معا بس استعمل الوردن الورب بدي يكون بالانفينيتيف اش وردي جان مت دير فاين يعني اي وود بالانجلش بيقولوا اي وود اي وود ان يكون بالانفينيتيف مثل الوردن مثل وود بالانجلش اش وردي جان مت دير فاين اوكي أكيد استعملنا مينم لأنه فيه قبلة تسو وتسو عطل بجمعة داتيف حكينا هاودي الأشياء بالدروس للأبل فإش werde أش زو مينم جبورتستاج أينلات هذا هو الدرس وإن إي وإن 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 يعني أنه إذا كان عندكم أي سؤال سألوني شكرا على انتباهكم أو الاتنشن تابعكم شكرا.